اشتركوا في القناة عبا يا ابو مكتوم بهذا الحضور الميمون والمشرف على ارضية هذا الميدان على البركة ايها المتابعون جميعا اعلنت رابع انطلاقاتي هذا المساء وبندقية الجعدان الثناية المحليات الاصائل بالاضافة الى ثمانمائة الف درهم نتمنى للجميع الدوفيق والسداد والنجاح مباشرة الى الصدار مباشرة الى المركز الاول هذا هو هملول سالم بن عبيد بن انبارك الاكتبي يتقدم على الصدار على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني وصل هناك راهي عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي بينما المركز الثالث وصل في ثالث المراكز وتقدم من الزاوية الاخرى لياتي هناك مشاهدين العزاء متابعين الكرام ثالثا هناك ايضا ياتي في هذه اللحظات لكن اخذ المركز الرابع هذا القادم هذا الشعاري زعزع والشعاري ايضا مرعوش المحيط المحيط السعيد بن يابر بن عبدالله صاحب البندقية في مهرجاني سمو ولي عهد دبي وصل في هذه اللحظات هملول منصور بن كميد بذويب العامري خذ المركز الثاني ناخذ المركز الخامس في هذه اللحظات متعود عبدالله بن محمد بالهلي الهاجرياتي هناك مشاهدين العزاء متابعين الكرام هذه هي الخمس المراكز الأولى المتقدمة السائرة لهذه البندقية ولكن بقيادة هملول بانطلاقة هملول باندفاعة هملول يتقدم سالم بن عبد بن انبارك الاجتبي بقيادة احد شبابنا المضمرين احمد بن عبد بن انبارك الاجتبي يقدم السلالة الشهينية على المركز الأول على الصدارة الأولى على المقدمة الأولى مع هملول ياتف الصدارة يندفع على المركز الأول بينما النقل مباشرة الى المركز الثاني يقدم لنا ايضا الاداء في داني المراكز القادم هملول منصور بن كبيد بذويب العامري يقدم لنا ايضا هذا الاسم بينما الوصول الاخر من راهي عنان بن علي بن محمد الموتر النعامي وصل المحيط وصل المحيط حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم مع المحيط ليقدم لنا هذا الاسم على المركز الرابع المركز الخامس متعود عبدالله بن محمد بالهل الهاجري يقدم لنا هذا الاسم مشاهدين العزاء متابعين الكرام هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى ارى اسما قادمة ارى اسما قادمة بدأ يغير شاهين ايضا الشعار الاتحادي وصل وصل مع شاهين سعادة احمد بن سعيد النياضي يتقدم ويغير من الرابع الى الثاني عين الى مقدمة الشوط يتواصل بهذا العطاء يتواصل بهذه الانطلاقة اعود الى هملول هملول على الصدارة هملول على المركز الاول هملول على المقدمة الاولى سالم بن عباد بن مبارك الاجتبي يقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز الاول ولكن الله شاهين في المركز الثاني سعادة احمد بن سعيد النياضي وصل ايضا الفيلسوف وصل ايضا الزناد ليتقدم هناك او الزناتي احمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم لنا الزناتي الله وصل بن حماد يتقدم بن حماد مع هذا الاسم مع هذا الانطلاق ليقدم لنا هذه الانطلاقة هذا التحدي مع مربان مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يتقدم علي بن سعيد الزرعي في عملية التضمير والتدريب المركز الخامس المركز الخامس يا لها من اسماء قادمة يا لها من تحديات مثيرة هناك المحيط وصل المحيط وتقدم المحيط مشاهدين العزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة المحيط حمدان بسعيد بن يابر يقدم المحيط هكذا النتيجة هكذا النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام اعود الى مقدمة شوط اعود الى الصدارة اعود الى المركز الاول هملول في الصدارة هملول في المقدمة هملول في المركز الاول يتقدم سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي يقدم لنا هملول هو في الصدارة هو في المركز الاول هو في الاداء المتميز والجميل هو على الصدارة الاول على المركز الاول ما شاء الله الزناتي الزناتي الفيلسوف يصل الفيلسوف يصل احمد بن مطر بن ماهيد الخيالي يتقدم هناك مع المركز الثاني يقدم لنا هذا الاسم مشاهدين العزاء متابعين الكرام المركز الثالث الربان وصل الربان ليتقدم اومر بان ياتي مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي ياتي مع المركز الثالث يقدم لنا هذه الانطلاقة يقدم لنا هذه الاندفاع مشاهدين العزاء متابعين الكرام المركز الرابع ياتي شاهين سعادة حميد بسعيد النيادي وصل شاهين في هذا الاندفاع القوي المركز الخامس لياتي هناك ايضا رسلان علي بن حماد بن علي بن مقارح بن مقارح اول نداء اول نداء اول نداء اول داعي بن مقارح ارى الاسماء القادمة ولكن اعود الى مقدمة الشوط الى الصدارة الاولى مع حملول على المركز الاول سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي ما زال في الصدارة ما زال في المقدمة ايضا يقدم لنا هذه الانطلاقة صاحب الرمز ايمارة جاني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان هناك في التلة في امارة عجمان يتقدم بالمركز الاول ياتي في الصدارة الاولى الزناتي الزناتي في المركز الثاني احمد بن مطر بن مائد الاخيالي المركز الثالث مربان مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي المركز الرابع شاهين يتقدم ايضا سعادة حميد بن سعيد النياتي وصل رسلان علي بن حماد بن مقارح يقدم لنا رسلان في هذا الشوط رسلان يتقدم هذه النتيجة ولكن هملول 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 على المقدمة على المركز الاول سالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي ركز يا ابو شاب احمد بن عبيد بن مبارك الاجتبي احد شبابنا المبتعين احد شبابنا المضمرين الذي يتابع هملول على المركز الاول على الصدارة الاولى على المركز الاول على المقدمة الاولى على المقدمة الله الله البندق البندق بالاضافة الى ثمانمائة الف درام انسلتوني عن الموقع اثنين كيلو مترات المتبقي اثنين كيلو مترات المتبقي يا السلام يا هملول تحرك الزناتي تحرك الزناتي على المركز الثاني احمد بن مطر بن مايد الخيالي بينما المركز الثالث وصل مربان مانع بن علي بن حماد وصل شاهين يتقدم سعادة حميد بن سعيد النيادي الوصول من رسلان علي بن حماد بن مقارح على المركز الخامس هكذا هكذا المركز الاول هكذا الصدارة الاولى هكذا المقدمة الاولى الف وستمائة متر ايضا المسافة عن البندق عن البندق عن البندق ولكن هملول على الصدارة هملول يعزف سنفونية الناموس على الوتر الاول سالم بن عبيد بن مبارك اللي اكتبه يتقدم يصير الى المركز الاول الى الصدارة الاولى 1400 يا السلام هملول على الصدارة الزناتي على المركز الثاني بينما هناك مربان على المركز الثالث الزناتي مع احمد بن مطر بن مايد ومربان مع مانع بن علي بن حماد رسلان رابعا علي بن حماد بن مقارح وصل الصعب وصل بن مرخان محمد وسلطان بن مرخان يتقدم ليقدم لنا اسم نسناس وصل مع نسناس ولكن هملول هملول على الصدارة هملول على المركز الأول يتقدم مشاهدين العزاء في هذا الانطلاق الكيلو متر الأخير الغلاف الجوي غير روح يا أحمد الله الله شوفوا أيضا هناك القدوم وصل مربان قادم مربان وصل بن حماد الصعب قادم مع نسناس محمد وسلطان بن مرخان صعب المضمرين وصل ليتقدم الصعب مع نسناس وصل رسلان وصل رسلان وتحرك مربان ولكن هملول هملول على الصدارة هملول على المركز الأول سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي على الصدارة الاكتبي عينوية عينوية حتى هذه اللحظات عينوية الأداء مميز جميل الغاية العصب الأبطان العصب الأبطان العصب الأبطان العصب الأبطان أحمد بن عبيد بن مبارك من يتابع هذه السلالة من يتابع هذه الانطلاقة شاهين شاهين قام راس وانهش وطراس هملول هملول سلالة شاهنية رفض الثلاثة مليون وقال بروح في الرمز يا سلامي عليك يا سلامي عليك يا شاعر سالم بن عباد بن مبارك الطوية سلام العين سلام سلام للطوية ومشكورين يا المرشحين اللي رشعوا هملول على هذا الفوز سلالة شاهين ايضا شاهين يابر بن سلطان الخيالي تهانينا والناموس سلام لسالم بن عبيد وسلام لأحمد بن عبيد ومشكور أيضا والسلام للعزيزي المركز الثاني رسلان علي بن حمد بن علي بن مقارح المركز الثالث لسناس محمد سلطان بن مرخان المركز الرابع مربان في المركز الرابع لي مانع بن علي بن حمد المركز الخامس وصل في الزناتي لأحمد بن مطر بن مائد الخيلي تهانينا والناموس الهالي الطوية سلام على هذا الفوز سلام لسالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي واحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي على فوز هملول يضيف الرمز الثاني في ايضا انجازاته رمز في مهرجاني سيدي ابو خالد وفوز في ميدان الشحانية وياتي هنا متجهزا لهذه البندقية تهانينا والناموس على هذا الفوز حيث قطع مسافة السباق مشاهدين العزاء متابعين الكرام مسافة ثمانية كيلو مترات ليعلن سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي هذا الفوز رشحوه ترشيح ايضا مميز من خلال هذا الاسم هذه لحظات الاعادة مشاهدين العزاء وما اجمل لها اعادة شكرا احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي احد شبابنا المضمرين وايضا تهانينا لسلطان العزيزي في نفس العزب بالفعل يستاهل قال احمد بالفعل ياتي ب 12 دقيقة هنا لحظات الوصول والطوية سلام الطوية سلام 12 24 جزءا واحدا من الثانية تهانينا لسالم بن عبيد بن مبارك والتحية الكبيرة لعبيد بن مبارك الاكتبي على هذا الفوز شكرا بوشاب احمد من قدم نجومية رائعة رسلان من وصل ثانيا ب 12 26 وتسع اجزاء من الثانية علي بن حمد بن مقارح الاكتبي او عفوا للمري هو من وصل حد الضيوف القادمين من دولة قطر الشقيقة ليقدم لنا هذا الاسم نسناس 12 دقيقة 27 ثانية وسبع اجزاء من الثانية تهانينا لمحمد وسلطان بن مرخان على هذا الفوز هكذا كان شوطن البندقية نبدأ باشواط الانتاجي والمنتجين بينما اذكر بالمركز الخامس من وصل في خامس المراكز وكان شعار ايضا بن خويت امتهانين له النموس على فوز بالمركز الخامس